الآية التاسعة والسبعون بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران لأجل أن أختصر المطالب سأقرأ ما أحتاج منها فيما يرتبط بحديثي في هذه الحلقة القسم الأول منها الشطر الأول من الآية ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ما كان الله ليذر ليترك ليبقي المؤمنين على هذا الحال الذي هم عليه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الآية تتحدث عن تمييز ما بين الخبيث والطيب والكلام في أجواء المؤمنين لن أطيل وقوفي وسأذهب بكم إلى الجزء الأول من تفسير العياشي جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة ميتين واحد وثلاثين رقم الحديث مية وخمسة وسبعين عجلان أبو صالح يقول سمعت أبا عبد الله سمع الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد من السماء الإمام يحدثنا عن أن صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه بولايته سيقوم بعملية تمييز في زمان الغيبة الطويلة في غيبتنا التي نحن نعيش فيها الآن في الغيبة التي نعنونها بالغيبة الكبرى حيث عملية الغربلة ستكون مشددة عملية التمحيص ستكون مؤكدة عملية التنقية والتمييز ما بين الخبيث والطيب ستكون متواترة متواصلة على طول الخط الإمام يقول لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد من السماء يا أهل الحق اعتزلوا يا أهل الباطل اعتزلوا الرواية لا تتحدث عن نداء يسمع كالروايات التي تخبرنا عن أن ملكا ينزل ليلة الجمعة وينادي لا يسمع أحد من الناس هذا النداء إنما الروايات هذه تريد أن تقول لنا من أن قوانين وأحكام ستجري في مثل هذه الأوقات مضامينها هي هذه يعبر الأئمة عنها بصيغ لأجل أن يوصلها إلى أذهاننا لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد من السماء يا أهل الحق اعتزلوا يا أهل الباطل اعتزلوا فيعزل هؤلاء من هؤلاء ويعزل هؤلاء من هؤلاء قال قلت أصلحك الله يخالط هؤلاء هؤلاء بعد ذلك النداء قال كلا إنه يقول في الكتاب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم عجلان أبو صالح يقول سمعت الصادقة إمامنا جعفر صلوات الله عليه يقول لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد من السماء يا أهل الحق اعتزلوا يا أهل الباطل اعتزلوا فيعزل هؤلاء من هؤلاء ويعزل هؤلاء من هؤلاء قال قلت أصلحك الله يخالط هؤلاء هؤلاء بعد ذلك النداء قال كلا إنه يقول في الكتاب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم علي حتى يميز الخبيث من الطيب هذا هو الذي سيجري في عصر الغيبة الطويلة عملية تمييز عملية تنقية عملية تمحيص عملية غربلة عملية بلبلة هكذا عبرت أحاديثهم كل ذلك بإشراف وبأمر من إمام زماننا القوانين والمخططات تصدر في ليلة القدر من هنا فإن الأئمة وضعوا لنا برنامجا في شهر رجب وفي شهر شعبان وفي شهر رمضان وضعوا لنا برنامجا لو أننا طبقناه عمليا مثل ما في أدعيتهم وزياراتهم ومثل ما في رواياتهم وضعوا لنا برنامجا لتعميق عقيدة البراءة الفكرية كي نصل إلى ليلة القدر ونحن على براءة فكرية واضحة وفي ليالي القدر أفضل الأعمال طلب المعرفة وإنما تطلب المعرفة السديدة والسليمة ويمكننا أن نصل إليها إذا كانت البراءة الفكرية قد تحققت بمستوى صحيح بحسب ثقافة العترة الطاهرة في عقولنا حينئذ حينئذ فإن برنامج إمام زماننا سيجعلنا في الناجحين في كل مراحل التنقية والتمحيص والتصفية والغربلة ميزان النجاح في كل ذلك البراءة 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 الحقة الواعية الصادقة أساسها البراءة الفكرية ويتفرع عليها البراءة العاطفية والعملية والقولية وتذكروا أن نسبة البراءة الفكرية تتجاوز التسعة والتسعين بالمئة من مساحة عقيدة البراءة في ضوء ثقافة العترة الطاهرة أما البراءة العاطفية والعملية والقولية هي أقل من واحد بالمئة وكلها تتقوم بالبراءة الفكرية وتذكروا ماذا فعل بنا مراجع النجاح حوزة النجفي منذ أول لحظة وإلى اليوم البراءة الفكرية فيها تحت الصفر وليس في مستوى الصفر تحت الصفر بعيدا تحت الصفر إلى المال لا نهايات ليس فيها من براءة فكرية لا يضحكون عليكم مثلا من أن النجف ألف فيها أصحاب العمائم ما ألفوا من الكتب التي يدافع بها عن المذهب الشيعي وما علاقة هذا بالعقيدة السليمة أهم موسوعة ألفت موسوعة الغدير لشيخنا الأميني رحمة الله عليه وأنا لا أريد أن أنقص من فضلها موسوعة الغدير كل ما فيها من كتب النواصب غاية الأمر منها أن نثبت بيعة الغدير للنواصب وهل ثبتت عندهم لا ثبتت ولاهم يعزنوا هذا كل ما في كتاب الغدير من أوله إلى آخره لا أريد أن أنقص من فضله أنا أتحدث عن عقيدة العترة من عيونهم الصافية لا أتحدث في هذه الجهات هذه جهات ثانوية هل مشكلتنا أن نثبت للنواصب أن التشيع على هدى أم مشكلتنا أن نعرف عقيدتنا التي ضيعها هؤلاء الغبران في النجف أين هي مشكلتنا هذا هو الذي أقوله حوزة النجف مشكلتها البراءة الفكرية فيها تحت الصفر وإلى المال لا نهايات وهكذا دمرونا دمروا ديننا ودمروا عقائدنا ودمروا دين أجدادنا ودين آبائنا ولا زالت الأجيال القادمة صدقوني أنا أحدثكم عن أسرتي 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 عقيدتها دينها هو دين مراجع النجف لأنهم لا يستطيعون أن ينسجموا مع هذا الفكر هذا فكر غريب لا أقول أنهم ينكرونه لا يستطيعون أن ينسجموا معه حتى إذا أرادوا أن يتبنوا ينسونه في اللحظة التي يحتاجون إلى موقف عقائدي سيعودون إلى المواقف العقائدية التي تعلموها ويتعلمونها من الواقع الذي يعيشون فيه ما هو الدين يؤخذ من ثقافة الأمة لذلك في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج شددت عليكم إذا أردتم أن تخدموا إمام زمانكم فاصنعوا تيارا فكريا عقائديا اجتماعيا هذا هو الذي سينفعنا جميعا وينفع عوائلنا وينفع الأجيال القادمة وإلا ستبقى قمامة النجفي هي التي تسيطر على هذا الواقع أنقذوا ما تستطيعون أن تنقذوه من واقع الشيعة بقدر ما تستطيعون مراجع النجف يصرون على إبقاء هذه القمامة لأنهم يريدون أن يحافظوا على سلطتهم الدينية والدنيوية ويريدون أن يورثوا هذه السلطة لأبنائهم ولأحفادهم يريدون أن يجعلوا من الشيعة حميرا وقد جعلوا الشيعة حميرا يريدون أن يبقوا الشيعة حميرا أن يبقوا الشيعة حميرا لأولادهم ولأحفادهم ولأصهارهم فلا يريدون أن يغيروا شيئا ستبقى قمامتهم وسيبقى خراؤهم هذا خراؤهم العقائد سيبقى في الواقع الشيعي عليكم أن تنشئ تيارا فكريا اجتماعيا يحمل هذا الفكر يحمل هذه العقيدة وإلا فالمصير إلى نهاية سوداء هالمصير إلى نصرة هؤلاء المراجع في حرب صاحب الأمر إن كان في جيلنا هذا أو في الأجيال القادمة فمراجع النجف قد هيئوا أنفسهم ويهيئون لقادم الأيام لحرب صاحب الأمر هذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر أنا لا أتحدث عن أنهم هيئوا سلاحا أنا أتحدث أنهم هيئوا عقولا وهيئوا قلوبا وهيئوا عقيدة ضالة ملأوا بها رؤوس الشيعة فصار الشيعة في حالة استعداد كامل لرفض عقيدة صاحب الأمر ولرفض دين صاحب الأمر هذا هو الواقع الذي نحن نعيش فيه عملية الغربلة جارية بإمكانكم أن تنجحوا في عملية الغربلة هذه من خلال التمسك بعقيدة البراءة الفكرية أولا وما يترتب عليها من براءة عاطفية وعملية وقولية لكن الأصل الأصل هو البراءة الفكرية هذا البرنامج يجري يجري بإشراف من إمام زماننا ينادي مناد من السماء يا أهل الحق اعتزلوا يا أهل الباطل اعتزلوا فيعزل هؤلاء من هؤلاء ويعزل هؤلاء من هؤلاء هذا يجري الآن وجرى في الأيام الماضية وسيجري في قادم الأيام إذا أردتم أن تكونوا من الفائزين في هذا العزل سلحوا عقولكم قلوبكم سلحوا دينكم ببرنامج الحماية الذاتية إنها البراءة الفكرية نظفوا عقولكم من قذارات حوزة النجف وكربلاء بقدر ما تستطيعون نظفوا عقولكم من قذارات منابر الوائل وأتباعه من خطباء مراجع النجف نظفوا عقولكم من هذه القذارات هذه هي البراءة الفكرية التي أحدثكم عنها ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الخبيث من الطيب في أجواء المؤمنين من هو الخبيث الخبيث الذي امتلأ رأسه بقذارات مراجع النجف بقذارات سقيفة بني ساعدة من هو الطيب الطيب هو الذي استطاع أن ينظف عقله وقلبه من قذارات مراجع النجف وكربلاء هذا هو الطيب نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر